ترجمة نانسي قنقر وثانية واحدة على متصدر الرالي كارلوس ساينز في سيارة أودي وكانت هذه المرحلة الخامسة والعشرين التي حققها اللوب خلال مشاركته في رالي دكار بما جعله يتساوى مع اليابان هيروشي ماسوكا باعتباره سادس أكثر السائقين فوزا بالمراحل في أكبر حدث للراليات في العالم ويستأنف الرالي صبح غدا بمرحلة مسافتها 483 كم إلى الدوام ترجمة نانسي قنقر